تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلقت فعاليات اليوم الأول من البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وشهد اليوم الأول من البطولة تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابع للناشئين تحت 14 عاما وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة منه الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر إبريل الجاري شهد اليوم الأول تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة جي سيفن للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل الرياضة الفروسية في مصر وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتي شارك بها تسع دول عربية نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد الرمح على المستوى الفردي والزوجي والفرق والتي شاهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين وهو ما أظهرته النتائج التي جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى ثلاثين فارس من ست دول عربية حيث جاءت مصر في المركز الأول في المنافسات الفردي بنتيجة 41 نقطة ونصف فيما جاءت الأردن بالمركز الثاني بنتيجة 41 نقطة وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة 40 نقطة وعلى صعيد الفرق استطاع الفريق الأردني الحصول على المركز الأول في المنافسات بنتيجة 142 نقطة فيما جاء الفريق المصري بالمركز الثاني بنتيجة 140 نقطة والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنتيجة 32 نقطة البطولة انطلقت اليوم تحت رعاية فخامة الرئيس الفتاح السيسي وهذا كان طبعا وسام كبير لرياضة التقاط لوتاد وللبطولة بشكل عام سواء البطولة العسكرية العربية للفروسية مصر 20-24 هذا وسام كبير افتتاح منشآت في مستوى عالي جدا بطولتين بطولة قافز وبطولة التقاط شغالين في خط متوازي نبارك مثل ما قلنا الفرق الفائزة كذلك نبارك الفرق الفائزة في قفز الحواجس ونتمنى التوفيق لبقية الفرق في الايام القادمة ان شاء الله بشكر جمهورية مصر العربية على الاستضافة الرائعة لهذه البطولة وعلى التنظيم الرائع والحقيقة النجاح هذا نتيجة تعب وتحضير طويل لهذه البطولة بشكر جمهورية مصر العربية قيادة لنا شعبا على هذا التنظيم الجيد للبطولة الحمد لله ربنا وفقنا النهاردة وفق المنتخب حصلنا على المركز الأول ميدالية الذهبية في بطولة الفرق في البطولة العربية العسكرية الأولى النسخة الأولى منها وده يعتبر بالنسبة لنا الحمد لله إنجاز كبير وتزامن مع افتتاح نادي الفروسية بالعاصمة الإدارية في المدينة الأولمبية فبالنسبة لنا يعني الحمد لله ده كان يوم مميز جدا